تحياتي للجميع معكم باسم من ميديا سار جروب بدلس جديد ودورة جديدة مميزة هالمرة رح احكي فيها عن تقنيات ونصائح مهمة جدا ببرنامج الادوبي إللستريتر هيدا الدورة رح تكون ما رح اقول للمتدئين لا للناس اللي عندها فكرة بالإللستريتر رح اعطيهم نصائح وتقنيات رح تساعدهم تطير وتقويلهم التقنيات اللي عندهم وتجدهم مهاراتهم وبنفس الوقت رح اشتغل انا شغل يعني اذا واحد مبتدئ ممكن يتعلم عن طريقه بس الاكتر يعني رح تكون للناس اللي عندها خبرة سرفا بهالبرنامج يعني لو عنده معرفة مبدئية بهالبرنامج هذا درس اليوم كتير ممتع ومهم انا رفيق لقلي سألني انه كيف فيني اعمل رفليكشن للصورة بالإلستريتر فهذا الدرس يعني فهالسؤال حفزني انه اعمل درس شعركم على العالم لحتى الكل يستفيد الدرس كتير حلو كتير فيه تقنيات حلوة رح نستخدم فيها الماسك انا هلا ما رح طول عليكم رح فوت بالدرس مباشرة نحنا منروح الفايل نعمل نيو لحتى نفتح ملف جديد انا رح اخذ المنف الافتراضي الموجود عندي هون رح اعطي اوك هلا رح رح على فايل انا رح اعمل بلايس رح اجي ااخد هات الصورة الجميلة جدا لحصانين رح اضغط هون انا فهي الصورة جبلية اخطى لياها بالشاشة هلا انت هون لحطت نصف الصورة انا مضغط عليها ومعلم فبروح لهون لأدوات المحازات هون بطيه رايزنتا الالاين سنتر فشعر فين اضطلي اياها بنص الصفحات تماما هلا انا بروح الى ادد ورح اعمل نسخ للصورة ورح ارجع اعمل بيست ان بلايس شو عمل بهالحاله هو نسخ الصورة والنزقة بمكانه شوفوا اذا انا بحركها هلا هي الصورة صار عندي انا صار عندي نسخة تاني عنا عمل نسخة عنها ورزقة فوقا تماما رح اعمل كنترول زيت مش هنرجعها على نفس المكان اللي كانت فيه هلا بعد ما انا صار عندي صورة منسوخة هون بروح على الوبجيكت بروح اترانسفورم بروح على الرفليكت بالرفليكت هون بطيه هورايزنتا ال شايفين انت اذا ما قلت مضغوط البرفيو عندك تضغطه فبيفرجيك شو عما يصير بالشاشة هون او عندك داخل البرنامج فانا رح اعطيه هلا اوكي هلا انا رح اجيب هيدا النسخة الجديدة رح نزلها اذا بضغط على شيفت انا فبيساعدني انه بظل مخافظ على المحاذات تماما يعني فشايفين صارت الصورة هون صورة صارت تير حلوة والسماع ما نرى الانعكاس نحنا خلونا هلا نجي نعمل انعكاس انا رح اتامل انعكاس لهيدا الصورة اول شي رح اجي انا على ادوات shape tool رح اختار rectangle اللي هو المستطيل رح اجي انا فوق الى الصورة شايفين رح اعلمها شوي رح اجي اخذ ال shape tool رح اجي ارسم انا مستطيل فوقه شايفين يا شباب يا صبايا هاي انا رسمت مستطيل فوقه هلا انا هون اسم بيان عندي ما اجه تماما عليه هلا احنا نستخدم خيار control y اللي هو بيعطيك الحدود حدود الاشكال وحدود الصور وحدود وحدود يعني العناصر الموجودة عندك بالملف فشايفين انا هون عطاني هذا المستطيل حافة تبعيته هيدا الصورة فانا هلا فيني مد وانا شايف تماما شغلي هلا تمام صار عندي مستطيل على قد الصورة كلا ياتا هلا رح ارجع اعمل control y فبيرجعني على الصورة الاساسية يعني يبلغي الحدود بيرجعني على الصورة الاساسية هيدا بس control y هي بتغطيك الحدود الخارجية للاشكال والعناصر بالملف عندك مشان تسهلك تسهلك شغلك انت بالمخازات احيانا بدك تشوف ملف فلما تكون صورة فوق صورة ما بتعرف تماما اذا جايز طابه فلما تشوف الحدود انت بس فقط كخطوط فقادر تطبق خطوط على خطوط اسهل بتكون لألك فهلا نحنا شايفين هذا مستطيل يعني هو لونه ابيض شايفين ما بيهم شما كان لونه ازرق ابيض احمر برتقاني ما بيهم هلا انا بعد مرسمتها المستطيل بيجي بمؤشر الفارة هون بسحب هيك وبعلم انا فوق المستطيل لانه هو تحته موجودة صورة فانا بهالحالة هي تعلم عندي الصورة والمستطيل بنفس الواد هلا هون بيبلش الشغل الحلو احنا شو منعمل هلا منروح لهون على قائمة ترانسبرانسي الشفافية ومنضغط عليها هلا اي شي ما بيشوفوا من الادوات هون بتروح على ويندو شايفين هاي ترانسبرانسي بتضغط عليها بتلاقيها فانحنا منروح لقائمة ترانسبرانسي ونحنا معلمين مثل ما اتفقنا المستطيل بصورة مع بعض وباختار انا ميك ماسك شايفين هلا مباشرة تغيرت عندي الصورة وصارت شفافة هيك لونه حلو هلا انا راح ارجع علمه هون هلا انا هون شايفين انا معلمي عندي الصورة اطار هون برداني صغير حول الصورة وانا عندي هذا الماسك اللي هون لأ انا بدي علم على الماسك هلا لحتى انا اقدر عدل على هالشفافية هلا نحنا بعد ما عملنا هيك شو منعمل هلا مروح نحنا على خيار لغردينت شايفين انا بضغط هون على الالوان هون فهلا انا صار عندي هذا لغردينت لأتحكم فيه هلا بالشفافية بالفوتوشوب ولا باللستيريتر ولا بالأفتر افكس ولا بغيره اللون الاسود هو اللون اللي بيعمل اخفاء للشغلة بالاقنعة لما كلهم تستخدم ماسك اللون الاسود هو اللون اللي بيعمل خفي لطبقة او بيجي بشايفين بغية او بيعمل شفافية فوقها اللون الابيض يعني الطبقة لساها موجودة او الالوان لساها موجودة فانا لما يمشي بالاسود هيك فانا عمليا اعمل ماسك ولكن شايفين الاماسك من اليمين للقسار ما حلو انا هون هنا تلعب انت بالزوايا لحتى تاخده فهون عمنا تسعين درجة هيك رح اعمل نائس تسعين مشان ييجي الماسك من تحت لفوق رح اكتب هون نائس تسعين واضغط انتر شايفين هلأ صار الماسك من تحت لفوق فانا هون هون هلأ بلعب درجة الماسك رح ألعب فيه هون هيك او هلأ هيك عجبتني تمام فانا هلا راح وقف راح اضغط بمؤشر الفاره هون شايفين هيك عجبتني صورة اوكي منتاز انا اسا فيني اعدل عليا فيني اضغط عليا هون فيني ارجع على الشفافية شايفين هون بروح الوباسيتي فيني انا لعب فيها شوي فكمان انا بنزل من الشفافية مشان اعطي ماسك اسا بشكل احلى واذا حبيت انا رجع الشفافية برجع هلا راح ارجع على الگرادينت انا مشان اعلمكن شغلي زيادة انه انت هون اجتغل على الميش dirent فانا اما بجي تحكم فيها من هون شايفين بس انا ازا بستخدم اداة الگرادينت هون من الشريط الادوات على اليسار فمباشرة بيطلع لي اداة الگرادينت كيف تستخدمها انت مباشرة على الاشكاء فشايفين هيا عمليا هي نفسها هاي بس هون تجي بشريط صغير وهذا نفسه المؤشر هذا هذا المؤشر هو نفسه هذا فانا فيني اتحكم فيها من هون الالاله احلاłamه هي انه انا فيني حركها مباشرة هيك شايفيني أنا فيني يغير فيني يغير مكان للجردينت فيه أنا جيبوا لهون اكتر فشايفين اعطيت بياض من هون اكتر ومثل ما اتفقنا البياض بيحافظ على الوان ما بيعمل لا ماسك السواد هو اللي بيعمل ماسك فانا ما جبت لهون هلأ حسيت انه أنا شغلي مية مية هيك أنا مقتنع ومفصول جدا بالأداء شايفين ما احلى هالطريقة هاي كتير رائعة فهيك نحن هلأ منكون عملنا رائع بجنة بالإلستيريتر هلأ انت مثلا فينك تجي تاخد اداة الشيطول من جيد مثلا ركتنجل تجي لهون مثلا تعمل ركتنجل جديدة شايفين هلأ شو صار انا هوني الثاني ضاغط على طبقة الماسك اللي هون فلما رسمت انا مستطيل فهو اخد ماسك جديد شايفين هاي ننتبه هلأ راح اعمل كنترول زيت هلأ بتجي بتضغط على صورة من جديد بضغط هون على السطحة على بمكان ما هوني في الشاشة في الارتبورد وهلأ انا بجي باخد مستطيل جديد مثلا انا هذا في انا هلأ عم بعملكم تصميم سريع جدا بجي لهون مثلا راح اجي غير اللون راح ااخد هذا اللون شايفين هذا اللون ما احلى هلأ بتاخد اداة التكس تول تضغط على حرف ت او بتجي على شريط الادوات هون او تضغط على حرف ت ورح اجي انا اكتب هون راح اكتب اي لاب هورسز هلأ راح اجي هون انا شايفين عشترية الفؤاني راح كبر بضغط ازا اضغط على شيفت او انا عم بضغط على تكبير الكلام في بيكبر لي اياه عشرة 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 شايفين هيدا مشان سرعة التكبير فاي لاف هورسز راح جيبه راح خطه هون شايفين راح غير لونه للابيض ومبدئيا شايفين صاردي تصميم سريع كتير حلو يعني ممكن هي تستخدمه انت بوستر لشي علاقة بالاحصنة بشكل كتير سريع وكتير جميل وكتير مميز داخل الليستيراتر فهذا درسنا اليوم بتمنى يكون عجبكم انطلوني بكتير دروس مميزة عن الادوبي الليستيراتر صدقوني حتى لو انت بروفيشنال انا راح اعطي نصائح وحيال وتقنيات مميزة بتزيد من السكيلز اللي عندك من المهارات اللي عندك بتقولك اياها بشكل كتير ممتاز تعموني بهتدورة المميزة درس تبرس لحتى تطير متل ما اتفقنا تحسنوا مهاراتكم هيك بكون درسنا خلص اليوم ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات مشان يقصلكم كل جديد بشوفكم عندنا بالدرس الجاية يعطيكم الف عافية وسلامات للجميع